موسيقى يعاني لبنان البلد المجاور لسوريا من أزمة لجوء في ظل انكفاء ملحوظ للمساعدات الدولية وشبه جفاف في موارد الغذاء ومنذ العام 2011 لم تلجأ الدولة اللبنانية إلى اعتماد خطة لمعالجة هذا الملف مخيمات لا تخضع لأي رقابة صحية أو طبية وتفتقد لأدنى مقاومات الحياة السليمة لعدم وجود بنا تحتية تساعد على تسهيل الحياة فيها وتظهر آخر عملية إحصاء تفاوتا كبيرا في أعداد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إذ يبلغ عدد اللاجئين المسجلين مليون وسبعة عشر نازحا إلا أن أعدادا كبيرة منهم لم يتقدموا بالتسجيل لدى المفوضية وتشير دراسات أخرى إلى أن عدد اللاجئين يفوق المليون وسبعمائة ألف لاجئ وهكذا يشكل اللاجئون السوريون نحو ثلث سكان لبنان أكثر من ثلاثمائة وخمسين لاجئا سوريا لكل ألف مواطن لبناني يعاني اللاجئون السوريون في لبنان من الحرمان من التقاضي بسبب أوضاعهم القانونية أو بسبب الخوف من التهديد أو سوء الأوضاع الاقتصادية هم محرومون من حق العمل بقرار من الحكومة اللبنانية إضافة لحرمانهم من العناية الطبية وحرية التنقل بين المناطق اللبنانية أو حرمانهم من السفر أكثر من ستمائة وخمسين ألف طفل لاجئ لا يحصلون على حياة غذائية وصحية سليمة نظافتهم شبه معدومة لا قدرة لشراء اللحم والدجاج إلا نادرا لا إمكانية لتبديل الثياب وغسطها يوميا أما المراحيض فهي متواجدة خارج الخيم ما يضطر الأولاد للخروج كي يقصدونها حتى خلال البرد والثلج